اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من كودريغا ايام قليلة وتوجه الناخبون الامريكيون الى صندوق الاختراع اختيار اما هيلاري كلينتون او دونالد ترامب لرئاسة البلاد وتنتهي بذلك اشرس معركة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية شهدت سائل من الهجمات الشخصية وتدن لمستوى الخطاب الانتخابي وتأجيجا للشعبوية بدلا من التركيز على المحتوى السياسي انتخابات قسمت الشعب الامريكي بشكل غير مسبوق ولكن ماذا عن اوروبا؟ في العام المقبل تشهد دول اوروبية الرئيسية انتخابات عديدة ومع صعود اليمين الشعبوي هل سنشهد ايضا معارك انتخابية شارسة كما شهدتها معركة الانتخابات الامريكية؟ هذا هو موضوعنا اليوم واناقشه مع ضيوفي الكرام في الستوديو ارحب بالدكتور احمد بدوي الباحث والمحالل السياسي معنا الاستاذ عبد الرحمن عمار الصحفي بمؤسسة دويتشفيل الاعلامية ودكتور عدنية شبلي الخبيرة في الشؤون السياسية اهلا بكم جميعا والبداية معك دكتور بدوي قبل ان نتوجه الى اوروبا نلقي نظر على حملة الانتخابات الامريكية انت متابع جيد لهذه الانتخابات والمعركة الانتخابات هناك كيف تقيم المستوى الذي وصل اليه او الذي وصلت اليه هذه الحملة فيما يتعلق بالخطاب السياسي او الخطاب المتبادل بين المرشحين؟ اعتقد وصلت لمستوى غير مسبوق من الرداء وده ممكن يكون ليه سببين؟ فيه سبب شخصي شخصية دونالد ترامب شخصية عدوانية لا يلتزم بالتقاليد غير الرسمية المتبعة في العلاقة والحوار بين السياسيين مندفع متهور هو بيسوق نفسه على انه شخص بيقول الحقيقة كما هي وده طبعا خطاب مقبول عند كثير من الامريكيين اللي زهقوا من الاسلوب المنمق للسياسيين فكرة ما يقال عليها بالانجليزي political correctness هذه الفكرة بقت غير مقبولة عند كثير من الناس لان شايفين ان السياسيين بيقولوا كلام متزوى وكلام جميل لكن السياسات اللي بيتتبعوها بالذات في النواحي الاقتصادية قدت لحالة من الفقر عند كثير من الناس كل السياسات الخاصة بالتقشف النظام السياسي ككل من السبعينات حتى الان بقى يعني تقريبا ملهوش اي همية غير انه هو يوفر ما يحتاجه الرسماليين ليكملوا عملية تكوين الثروة والمال والناس العاديين حالهم بقى صعب جدا يعني القطاعات التي تؤيد ترامب وتتقبل هذه اللغة الغريبة والعجيبة في الخطاب هي القطاعات المهمشة القطاعات التي تعاني من الفقر جزء من مشجع ترامب من القطاعات دي لكن فيه يعني استطلاع رأي جديد من جالوب بيبين ان الناس اللي بيشجعوا ترامب نسبة دخلهم اعلى من نسبة دخل الناس اللي بتشجع كلينتون فطبعا المشكلة مش بس الفقر لكن الاحساس بعدم العدالة في توزيع الدخل حتى لو انت غني الاحساس ان النظام السياسي والنظام الاقتصادي مختل حتى لو انت مرتاح فمش بس الناس المهمشين هما اللي بيشجعوا ترامب فيه تفسير ان الناس اللي عندهم نزعى للسلطة وية هما دول اكتر ناس بيشجعوا ترامب وترامب بيتحدث باسمهم وبيمثلهم بطريقة جيدة جدا ففيه جانب شخصي شخصية ترامب نفسه لكن فيه برضو جانب موضوعي والجانب الموضوعي دوت مهم جدا حتى لو ترامب خسر الانتخابات ديت مش معنى كده ان الظاهرة دي هتنتهي في حالة دمور للنظام الديمقراطي وعشان نفهم الحالة ديت لازم نرجع كذا عقد من الزمن لازم نفهم الديمقراطية اساسا اتطورت ازاي في الولايات المتحدة وعلاقتها ايه بالنظام الرأسمالي والدور اللي كانت الديمقراطية كايديولوجية وكنزام سياسي بتلعبه في اضافة الشرعية على النظام الرأسمالي الدور ده ابتدى يفقد كثير جدا من قوته واعتقد دوت يعني ينظر ان في حاجة في حالة تغيير هيكلي في المجتمعات الغربية وترامب ما هو الا عرض من اعرضها عبد الرحمن يعني الديمقراطية في الولايات المتحدة ديمقراطية عريقة ولكنها في ازمة فيما يبدو وربما يشرح لنا دكتور بدوي فيما بعد بعض يعني اعراض هذه الازمة كيف تفسر انت ترامب عندما بدأ كان الجميع يسخر منه والاعلام يصفه بانه ملياردير يعني يستفز بتصريحاته الخاوية من اي مضمون سياسي جات ولكنه تمادى في هذا الاسلوب وحقق كلما تمادى كلما حقق المزيد من الاتباع والمؤيدين كيف تفسر انت ذلك وفسره بانه شخصا المشكلة لم يعود المشكلة هي انتقاد برامج كلينتون او انتقاد برامج الحزب المنافس له والتركيز على برنامجه الشخصي لانه اذا رأيت في برنامجه ربما هو برنامج فقير وهو يعرف هو وكلينتون يعرفا انه لا يمكن ان يقنع الامريكيين ببرامجهما لانهما فقدت ثقة كانوا اعطوا ثقتهما لباراك اوباما وقدموا وعودا بانه قادر على التغيير ولم يحدث شيء في السياسة الخارجية وفي السياسة الداخلية وانتقل السراع الى وسائل الاعلام لعبت دورا كبيرا وصرنا ننتظر كل يوم شتيمة كلينتون لترامب وشتيمة ترامب لكلينتون كيف يرد وتحول الى مسلسل درامي يستمتع به المشاهد ولكن في النهاية الامريكيون يعرفون ان لا ترامب ولا كلينتون يستطيعان تغيير الاوضاع لان من يمسك بزمام الامور هي الشركات الرأسمالية الكبيرة وهم يركزون اكثر على المنتخبين المحلين ربما يعرفون ان العمدة او الشريف في حيهم يمكن ان يسدي خدمات اكثر من الرئيس وهما الان يستمتعون بهذه اللحظة ولكن في العمق هي شهادة فقر للسياسة الامريكية بشكل عام يعني تقول يستمتعون الناخب الامريكي يستمتع بهذه المعركة الكلامية بين ترامب وكلينتون تعتقد انه يستمتع فعلا؟ هو او مجرد يلهي بها نفسه او ينسي بها همومه الحقيقية وصرنا ايضا كل صباح نستيقظ وننتظر عنوين الاخبار بان تخرج بخبر جديد حول الحياة السرية لترامب الذي لم يدفع ضريبة ما او تحرش جنسيا باحدى النساء وايضا في المقابل نقرأ اذا لم يجدوا خبرا عن كلينتون ربما عن احد مساعديها فصرنا ايضا دخلنا في هذا المسلسل ونتبعه ونحن ايضا جزء منه وهذا هو المشكل هم عرفوا ان هذا مقبول لدى الجماهير ينسون به همومنا وايضا نساعدهم سواء كامريكيين او غير امريكيين ونشجع هذا الخطاب السياسي البعيد عن الانشغالات الحقيقية ويتم تصدير هذا الخطاب الينا بشكل غير مباشر دكتور عدنية مسلسل درامي نتابعه مع الامريكيين كل يوم واحد اهم فصول هذا المسلسل يعني فصل التحرش الجنسي والاتهامات لترامب بمعادات النساء او بتصريحات مهينة للنساء هل تعتقدين ان ترامب فعلا فقد من بين الناخبين الامريكان اصوات النساء كناخبات في الولايات المتحدة الامريكية وفي المقابل يعني ذلك ان كلينتون ستحصل على هذه الاصوات يعني هون عنا سؤال اكثر معقد لانه باعتقاد المجموعة الامريكان اللي بدعموا ترامب هني شوفينيين وحتى من النساء يعني احنا عم نحكي عن خطاب اللي هو سائد في امريكا وممكن كثير من النساء دخلت على الخطاب وصارت تفكر بهذه الطريقة وعننا مثال ميلانيا زوجته اللي خرجت للعالم وقالت انه هذا الحديث الاولاد مع بعض وهو فكرة اللي هي ممكن تكون موجودة عند التيار العادي من النساء للأسف اللي هنا اقتبسوا الخطاب الذكوري في امريكا اعتقد في امريكا في مشكلة كبيرة من ناحية العلاقة مع المرأة واعتقد منكن هون كما يأثر على قضية الانتخابات كون هيلاري كلينتون هي السيدة يعني كانت في نكتة في السابق في الانتخابات السابقة تحكي انه الأمريكا المستعديني يصوت لأفريقين أمريكا أفريقي أمريكي أو رئيس أسود ولكن ليس امرأة فاعتقد في هون كمان تقديدات اضافية للشعبوية في كمان اراء شعبوية شفينية في المجتمع الأمريكي موجودة مترصخة أصلا يعني تقول وهي ليس في المجتمع الأمريكي فقط إنما في مجتمعات معريقة يعني أولي لسه عم بتحاول تلاقي علاقة ما مع الأفراد المجتمع هي علاقة في أمريكا خاصة المبنية على عدم المساواة في عنا مشكلة الأعراق الديانات وكمان النساء ممكن هذه المشكلة انحلت في بعض المجتمعات ولكن ليس في أمريكا اللي هي تعاني من هاي المشاكل قيل في البداية انه الداعمين لترامب هما من البيض الجنوبيين ولكن هذا فكر هي ليس فقط مجموعة من الناس إنما هو فكر مترسخ في المجتمع الأمريكي احنا ما بنحكي عن المجموعات اللي هي يسرية واللي هي على الهامش أو مجتمعات من الفارق الأمريكان أو النساء الفيمينيست فيه هناك مجتمع كامل واللي كمان ترامب يدعي انه يحكي باسمه كونه لم يأتي من العسكريين أو الحكومة أو حتى من السياسيين فهونا الجذف تابعه لا عامة الشعب أو الخطب الشعباء تابعه دكتور بدوي باختصار تعقيب قصير هل تعتقد فعلا أن ترامب خسر أصوات النساء في الولايات المتحدة الأمريكية؟ صعب أن أقول كده لأن فيه طبعا زي ما الأستاذ قالت فيه نساء كتير بتصوت لترامب أعتقد ترامب لازم نحطه في سياقه ما ننساش أنه كان فيه واحد اسمه ساندرز اللي شايفينه دلوقتي أن فيه الهامش من اليمين ومن اليسار ابتدى أنه هو يذهب إلى المنتصف وده نتيجة أن المنتصف أصبح فقير من ناحية الخطاب من ناحية إيه اللي ممكن يقدمه للناخب فظاهرة ترامب بشوفينيتها بعدوانيتها بيقابلها ظاهرة تانية ممكن لا تقل عنها شوفينية وعدوانية لكن على اليسار اللي بنشوفه دلوقتي أن المنتصف بيتآكل وبيتآكل معه كل أفكار الأوروبا والغرب منتصف يعني الوسطية السياسية الوسطية السياسية والوسطية الاجتماعية والأخلاق المرتبطة بالوسطية احترام النساء احترام الأقليات يعني تزويع الكلام الكلام بأدب في المجال السياسي كل هذه الأشياء حاليا بتتغير ويعني وبتنكسر وزي ما قلت ترامب مش حالة فريدة لأنه بيقابله في اليسار نموذج ساندرز وفي أوروبا هنلاقي نفس الشيء نتحدث عن ذلك نتحدث عن أوروبا طبعا طيب يعني خلال الحملة الانتخابية تبادل المرشحان الانتهامات بشكل غير مسبوق ولكن ترامب تخطى الخطوط الحمراء ربما أكثر بأسلوبه الغوغائي نتابع هذا التقرير قائمة طويلة من الشتائم يصل عددها إلى 281 أطلقها دونالد ترامب عبر تويتر وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز ترامب هاجم كثيرا وبحدى منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون التي وصفها بأنها منافقة وفاسدة وعاجزة عن القيادة وحتى زملائه في الحزب الجمهوري لم يسلموا من هجماته مثل بور رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي وصفه ترامب بأنه لا يعرف كيفية الفوز انتقادات ترامب اللاذعة طالت أيضا قادة دول أجنبية فهو قال مثلا عن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بأنها تدمر ألمانيا فهل إساءات ترامب هذه مجرد زوبعة انتخابية أم أن وراءها حسابات سياسية عبد الرحمن قلت في معرض إجابتك الأولى أن هناك نعم الاستمتاع أيضا بين الأمريكيين بما يحدث هل هي فعلا هذه الإساءات مقصودة لجذب الأمريكيين لأن ترامب يدرك ذلك أم أن نعم مجرد طبيعته هل سنشهد ذلك في الحملات الانتخابية الأمريكية فيما بعد أم أن ذلك ما نشهده الآن متعلق فقط بشخصيت ترامب لا موجود لدى سياسيين آخرين في فرنسا في إسبانيا في دول أخرى لأنهم يعرفون أولا هناك أزمة إيديولوجيات للأحزاب أصبحنا لا نعرف اليسار من اليمين ولا اليمين من الوسط والناخب فقدت تقة في الوعود الانتخابية التي يقدمها السياسي ويقول ربما أقل شيء يمكن أن أستفده هو هذه اللحظة التي أجلس فيها أمام التلفزيون وأشاهد هذه المسرحية ما يؤكد ذلك هو أن السياسيين أصبحوا يذهبون إلى وكالات التجارية ويعطونهم الوصفة التي يريدون ويقدمون لهم نصائح كيف يظهرون بأي لون وبأي ملابس والمفردة التي يختارونها فأصبحت الممارسة السياسية أصبحت كأنها مسرحية وفي عمق ما يحدث الناخب فقدت ثقافة السياسي نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة جدا ثاني شيء هو أن في النهاية يعرفون أن من تدفع له الشركات وتمول حملته الانتخابية لديه حضوض أكبر شركة الدعاية تقول شركة الدعاية والممولين وهذه تلعب دورا كبيرا لماذا لا نسمع ولو جملة حول قتل السود من طرف الشرطة لماذا لا نسمع إخفاق أمريكا في الحرب في العراق وتورطها الآن في الحرب في سوريا ونسمع ملفات التجسس على حلفائها في أوروبا هذه فضائح هي أكثر جدية من أن نتحدث عن ما يدور في غرفة نوم ترامب أو في غرفة نوم كليمتون نعم يتراجع الاهتمام بالقضايا الحقيقية والمشكلات الحقيقية أمام الاهتمام بالفضائح والتشهير الشخصي هل تعتقد أن تنامي دور السوشال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وترامب وكلينتون لكل منهم ملايين متابعين على تويتر هل لعب ذلك دورا في هذا الموضوع أو في هذه الظاهرة يعتبر أن الفضيحة أو الشائعة يمكن نشرها في كلمتين أو سطرين ولا تحتاج إلى مساحات كبيرة من التحليل والعمق صحيح أصباح الآن ما يسمى بالصناعة الانتخابية تحدث الآن أشياء خطيرة جدا وقعت في الحرب الأوكرانية وتقع الآن في الحملة الانتخابية الأمريكية يتم اللجوء إلى البوتات بوتس وهي برامج يتم إطلاقها في الأنترنت وتقوم بوطيفة التعليق على الأخبار تصور معي إذا اشترى ترامب أو كلينتون مثل هذه البرامج وترى تعليقات كثيرة مئة تعليق تؤيد فكرة ما فهي القارئ لهذه التعليقات يعتقد أن الغالب يتفكر في هذا الاتجاه يتم اللجوء الآن إلى تويتر وإلى فيسبوك وإلى يوتيوب وإلى الأنترنت نقلنا المعركة السياسية من اللقاء المباشر مع المنتخبين مع المواطنين مع البرامج إلى مسرحية ومؤامرات وحرب إلكترونية ينخرط فيها المواطن لأنه يعرف أنه في النهاية السياسي فاسد في كل مكان فورا دكتورة ولكن السؤال سريع فقط للدكتور أحمد بدوي لماذا تلعب الشائعات دورا كبيرا في هذه الحملة الانتخابية؟ نظرا لزدياد الجهل في ناس عملوا أبحاث في الستينات وفي السبعينات عن طبيعة النظام الديموقراطي واكتشفوا حاجة لطيفة جدا اكتشفوا أن النظام الديموقراطي العملية الانتخابية داخل النظام الديموقراطي بتشجع حاجة سموها الجهل العقلاني الجهل العقلاني أن الناخب ما عندوش أي دافع أنه يفضل يدور ويبحث ويشوف المضع في سوريا إيه والوضع في أوكرانيا إيه والسياسة البترول إيه الناخب لأنه إنسان عقلاني بيزداد جهله من دورة انتخابية للتانية لأنه بس بيعتمد على شخصية المرشح وتقييمه لشخصية المرشح بدلا من تعبه أنه يدور على كل فللأسف الطريقة اللي النظام الديموقراطي مرسوم أو مهيكل بيها في الولايات المتحدة وفي بلاد تانية كتير بتزيد من جهل الناخب فطبعا يبقى سهل جدا على الناخب وقتها أنه يستسلم للشائعات أنه يتخيم الناخب بناء على 3-4 كلمات كتبهم على تويتر أو يعني يبني رأيه بناء على حاجات سمحها من الفيسبوك من أصدقائه لكن كمية المعرفة المطلوبة عشان العملية الانتخابية في النظام الديموقراطي يكون لها معنى للأسف مش موجودة في بلاد كتير قوي بالتأكيد مش موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أشعاعات شخصية بشكل كبير هذه المرة ليست لها علاقة بالعمل أو نشاط السياسي أشعاعات شخصية يعني هو ده زي ما الأستاذ قال هو ده الشيء اللي بيستهوي دلوقتي الناخب عملية عرضه وطلب الناخب اللي مهتم أنه هو يسمع الشعاعات الشخصية عن ترامب حاجات مثيرة جدا زي ما الأستاذ قال بنصحة من النوم كلنا متشوقين قال ترامب عمل إيه بارح أو كلينتون قالت إيه بارح فقالة الدعاية والقالة السياسية بتدي الناخب اللي عايز يسمعه وللأسف ده طبعا شيء مؤسف جدا لأنه فعلا بينذر بعواقب وخيمة جدا لطبيعة النظام الديمقراطي في الغرب في الغرب يعني أيضا لتحاد الأوروبي لديك تعقيم دكتورة كمان أحب أضيف أنه هو مش بس الجهل العقلاني إنما كمان الاحتماد على العاطف يعني اللي بيحكي الزميل عبد الرحمن هو نتيجة وسائل الإعلام الحديثة التلفزيون عنده وقت محدد للحديث اللي كمان حتى قدمها بيل كلينتون هو صاحب التسعين ثانية أنه أنت تحاول تحكي سياسة خلال تسعين ثانية كان أوباما هو الوحيد اللي أعطى خطبات ربع ساعة وكان الناس متشوقين لمعرفة المضمون ولكن فيه موت للسياسة هو حتى أكثر من مش النظام الديمقراطي إنما العمق السياسي التفكير الناس ما عنده الاهتمام لا التفكير لوقت طويل أو قراءة أمور معقدة تعتمد على التفكير إحنا سريعين في وقت سريع تبدل بشكل سريع ويخلق حالة من التماثل أنت تتماثل مع الرئيس أو مع المرشح ترامب أو مع هيلار كلينتون بدون معرفة ما هي الخطة السياسية وإحنا شفنا كمان في الشعبوية برلسكوني اللي هو كان كتير مهم في الشعبوية ونموها في أوروبا وهو كان صاحب محطة التلفزيون فنشوف دور الإعلام في هذه القضية دوره كتير مهم أشرت إلى برلسكوني وكنت أريد فعلا أن أسألك هل تريد أن هناك أوجوه للمقارنة أو التشابه بين الشعبوية أسلوب ترامب الشعبوية وبين الشعبويين هنا في أوروبا وأحزاب اليمين الشعبوية الصاعدة بقوة في أوروبا طبعا هو فيه يعني فيه زي ما تم الحديث أنه فيه تآكل لفكرة الولفرستات الدولة اللي هي تعتمد على النظام الديمقراطي مجتمعي فيه يعني الفرق أعتقد فيه فرق بين الشعبوية اليساريين زي ساندرز و ترامب الشعبوية تبعت ساندرز أو في أمريكا اللاتينية هي الشعب مقابل النخبة المسيطرة على الرأس المال ولكن في شعبوية ترامب هي تعتمد على القتال ضد النخبة ولكن كمان المهاجرين وقضية المهاجرين هي قضية مركزية هون في أوروبا يعني إحنا شفنا نتيجة سؤال الهجرة من خارج أوروبا ومن داخل أوروبا هي أثرت على نمو الشعبوية في بريطانيا في ألمانيا في فرنسا يعني شعار لوبين هو مئة في المئة الجبهة الوطنية الناشنال فرونت وصفر مهاجرين فإحنا هون نحكي عن حتى مش خطاب وسطي نحكي أو الشعب نقي تماما هذا الشعب الكامل اللي هو فرنسا أو بريطاني مع صفر مهاجرين أو في انهيار لفكرة الشعب تبعنا مع ظهور المهاجرين طيب نريد أن نتحدث بشكل يعني أكثر عمقا عن هذه الظاهرة في أوروبا ولكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير لأن هناك أربع دول أوروبية محورية ستشهد خلال أقل من عام واحد انتخابات برلمانية ورئاسية أو استفتاءات شعبية فهل يستلهم الشعبويون الأوروبيون حملاتهم من حملة دونالد ترامب؟ نتابع هذا التقرير في فرنسا تسعى مارين لوبين إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية في ربيع العام المقبل زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينية الشعبوي والتي تؤيد ترامب تضع المصالح الوطنية في مقدمة أولوياتها وتنأى بنفسها عن مؤسسة الحكم القديمة وفي هولندا يثني السياسي اليميني خيرت فيلدرس على موقف ترامب الصارم إزاء سياسة الهجرة موضوع يسعى هو أيضا لتحقيق مكاسب من ورائه في الانتخابات الهولندية المقبلة وفي ألمانيا ترى رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا فراوكي بيتري تشابها بين نهج ترامب ونهج حزبها باعتبار أن المرشح الجمهوري يركز على مواضيعتهم الناس بدءا من فقدان الطبقة الوسطى لرفاهيتها وحتى النقص الذي يعاني منه قطاع التعليم فهل يصلح ترامب أن يكون مثلا أعلى للشعبويين اليمينيين في أوروبا؟ دكتور عدني أنت خبيرة بشأن بريطاني كيف هو الوضع في بريطانيا دولة ديمقراطية ذات تقاليد ديمقراطية عريقة هل توجد بها مثل هذه الحملات الانتخابية كما نشاهدها الآن في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا يعني ظهور حزب يوكيب هو أهم ظاهرة للشعبوية في بريطانيا هو خسر في الانتخابات الأخيرة ولكن فوزه بالاستفتاء هي عودة للشعبوية بطريقة قوية في الحياة السياسية البريطانية وكمان مع ضمور حزب العمال تحت كوربين كوربين حاول إعادة أجواء من العمقي السياسي والنقد السياسي المبني على فكرة الدولة اللي إلها دور في حل مشاكل اجتماعية مقابل سياسات حزب المحافظين السابقة ولكن نكتشف أنه فيه عداء حتى من داخل حزب العمال عليه والذي دعا بعض من الناخبين لا التحول لليوكيب ولا حتى لحزب المحافظين وحتى نرى هذه ظاهرة الشعبوية في حزب المحافظين مع بوريس جونسون ولكن تصل إلى حد شتائم والبذاءات والتشهير بشكل شخصي بوريس جونسون كان هو الشخص اللي اتبع هذا النظام حاليا هو رئيس وزير الخارجية ولكن كان التساؤل هل فعلا نحن نقدر نوثق بوزير خارجية اللي هو شتم أوباما وشتم رؤساء دول أخرى وشتم ميركل وشتم أوردوغان ولكن هو طبعا لما تم تنصيبه لوزير الخارجية اعتذر عن هذا الخطاب وهذه كمان سؤال مركزي هاي الأحزاب الشعبوية أو السياسين الشعبويين في لاحظة توصلهم لمنصب حكومي الخطاب طبعهم يتغير هاي نقطة كتير مهمة نفكر فيها لأن الخطاب الشعبوي هو عادة خطاب يتم في المعارضة حال تم الوصول لمنصب سياسي حكومي يعني السياسي أو الحزب يجد أنه لازم يتبني خطاب مختلف نقول أن الخطاب الشعبوي لا دور إله في الحكومة أو في السياسات الخارجية هذه نقطة مهمة للغاية عبد الرحمن في فرنسا إذا اتخذنا فرنسا مثلا من هو ترامب فرنسا؟ هل هو نيكولاس ساركوزي؟ هل هي ماري لوبان؟ وأيضا هولاند مؤخرا أصدر كتابا يتحدث فيه عن تفاصيل الفترة التي قضاها ساركوزي وزوجته في الإليزي وينتقد فيها ذوق بروني زوجة ساركوزي اختيار الأتات البيت ويقول أن لديها ذوقا فضيعا هو أيضا نزل إلى هذا المستوى من الشعبوية ولا يركز مثلا في الفضائح الفساد التي تورت فيها ساركوزي بأنه يقال أنه أخذ أموالا من القدافي وأنه تدخل في ليبيا بدون أي أساس وأيضا الخصوم لوبين وصاركوزي لا يركزون على تدخل هولاند في شمال مالي بدعوة أن هناك حركات متطرفة طبعا كل أصيب بهذه العدوة عدوة الشعبوية شخصنة الصراعات والكشف الملفات السرية فقط لفترة الانتخابات وعندما تنتهي الانتخابات تعود حليمة إلى عادتها القديمة أنت تؤكد ما تقوله الدكتورة عدنين نعم أنا أتفق مع الدكتورة ومن يمسك في النهاية بزمام الأمور هم الرأس ماليون هم أصحاب الشركات الكبرى الذين وهد لهذا السبب مثلا في إسبانيا قال يقول المواطن الإسبان الشباب لا نريد الحكومة ولا البرلمان يجب أن يحلى انظروا عشنا سنة كاملة بدون رئيس حكومة والأمور تمشي في البلاد ويجعلونا نتخلص من هؤلاء الفاسدين وهؤلاء الذين يكذبون أكثر مما يتنفسون يعني فقدان لاتيقة خصوصا من طرف الشباب دكتور بدوي يعني هذه الشعبوية فقط هذا خطاب فقط موجود في المعارضة وعندما تصل هذه الأحزاب إلى الحكم تتفق أنت مع هذا الكلام عندما تصل الحكم أنها تنتج سياسة أخرى مختلفة تماما؟ لا أتفق لأن عندنا بيرلسكوني شعبيته هو في الحكم كانت لا تقل عن شعبيته هو برا الحكم هيوغو تشافيز في فنزويلا كانت شعبيته هو في الحكم كانت أكتر بكتير من شعبيته قبل كده أو بعد كده الشعبوية هي أسلوب ومنهاج في التعامل مع الشعب ومش بس على مستوى الخطاب لكن برضو على مستوى السياسات وده شيء مهم جدا لما نشوف مثلا حالة شافيز وده طبعا تبقى المشكلة لو واحد زي ساندرز أو واحد زي كوبين جمل الحكم ترجمة فكرهم وخطابهم الشعبوي لسياسات اقتصادية ممكن يؤدي إلى انهيار اقتصادي زي ما بنشوف دلوقتي حاليا في فنزويلا الناس مش لا يتاكل نتيجة السياسات هدفها توزيع الدخل وليس تزويد الدخل فالشعبوية هذه شيء يعني أعتقد طبعا كل سياسي فيه جزء شعبوي أي سياسي في أي نظام ديمقراطي حتى في النظم السلطوية لازم يكون فيه جزء شعبوي لكن ما نقصده بالشعبوية هو يعني خلق خطاب يتوجه لعواطف الناس ولجيوبهم بدلا من عقلهم وهذا طبعا شيء خطير جدا وأعتقد أنه شيء سيء في أي نظام سياسي طيب وإثارة مخاوف الناخبين نفس الشيء بالضبط الشيء مهم جدا وجزء مهم جدا ما أي خطاب شعبوي أنه مش بيرسم صورة جيدة أو رؤية جيدة للمستقبل لكن بيرسم رؤية مخيفة بتشجع الناس أن هما يخافوا ويطلع مشاعرهم السلبية بدلا من مشاعرهم الإيجابية وده برضو شيء صعب جدا وسيء جدا وهذا اسلوب بيتبعه اليمين عادة اليمين دايما بيتحرك عن طريق الخوف أغلب اليمنيين المتطرفين خات فيلداز أو فراج في بريطانيا هدول الناس مش سيئين مش شريرين لكن عندهم خوف خوف يعني عميق جدا من فقد هويتهم الثقافية أن مجتمعهم يتحول مجتمع مختلف عن اللي هما يعرفوه الخوف دوت هو منبع جزء كبير من الشرور في المجال السياسي ولازم طبعا الوسط أو ما كان في الوسط السياسيين التقليديين طبعا للأسف مصداقيتهم يعني تدمرت بشكل كبير لازم يكون فيه حراك مجتمعي عشان معلجة الخوف دوت ومحاولة يعني إزادة المعرفة بالآخر جزء كبير من الخوف دوت ينبع من عدم معرفة الآخر لكن اسمح لي ولكن ما نشهده أن السياسيين في الأحزاب الديمقراطية العريقة كما شهدنا الرئيس الفرنسي أو حتى هنا في ألمانيا هم يعني يسيرون على نفس يعني يحاولون تقريد هذه الأحزاب الشعبوية في إثاراتها المخاوف الناخبين من المهاجرين أحيانا أو من الإرهاب أحيانا أخرى يعني لماذا يلعبون هذه اللعبة؟ عايزين يعني يستقطبوا ناخبين للأسف وهل يستجيب الناخبون كبير من الناخبين بيستجيب لدوت وبيظن أن الاختلاف في الخطاب أن الخطاب بيتوجه أكتر لليمين عادة لليمين ممكن طبعا يتوجه ليسار لكن اللي احنا شايفينه في العقود الماضية أن المنتصف بيتوجه أكتر فأكتر لليمين وهذا شيء بيستجيب لرغبات الناخبين وكثير من الناخبين بيستجيبوا لدوت وبيصدقوا طب دكتور عدني شاهدنا في انتخابات عمدة لندن مثالا لهذه الشعبوية في الاتهامات المتبادلة أو الاتهامات المليونير جولد سميث لصادق خان لأنه يعني لعو علاقة بالإرهابين وإلى ذلك في النهاية فاز العمدة من الأصل الباكستاني هل الناخب البريطاني لديه وعي ولم يستجب لمثل هذه المحاولات أم كيف تفسرين عن ذلك؟ يعني لازم نعمل كمان اختلاف بين الخطاب الشعبوي إلى أحزاب في الوسط يعني الفكرة أنه السياسي لازم يتواصل مع الشعب مع فئات وهي دائما موجودة في السياسة ولكن كيف التعامل؟ هل الشعب هو كتلة واحدة؟ وكمان نوع الخطاب أعتقد هو مختلف بالنسبة للشعبويين في تطرف تطرف متلا إذا إحنا بنخاف من الإرهابيين إحنا رح نمنع كل المسلمين يدخلوا لأمريكا زي ما بيحكي ترامب ولكن ممكن سياسي آخر كمان يلعب على نفس الوتر ولكن يحكي إحنا بنحط قوانين للدخول اللي تحدد عدد الداخلين أو نعمل سكرينينج فحص للفحص أمني سابق من قبل ففيه اختلاف وهذا الاختلاف هو يلعب دوره مهم لأن الناخب يخاف من حالة التطرف أوروبا مش بعيدة عن تجربة الشعبوية في الحرب العالمية الثانية اللي أدت إلى النازية الشعبوية هي كانت خلف ظهور النازية والفاشية في إيطاليا النازية في ألمانيا وكانت نتائجها صعبة عبارة عن جريمة وذكرى لازالت موجودة في الفكر السياسي في أوروبا وحتى في أمريكا فكمان الناخب يخاف من هذه النزعة وكمان ما بننسى أنه الناخب هو أحيانا ممكن يستمتع أو يضحك أو يصخر من هذه النزعات ولكن السؤال هو في لحظة الانتخاب شو القرار وكان عنا مثال لندن مع خان رغم الهجمات اللي تعرض إلها فاز هو في الانتخابات خان هو جاي من طبقة عاملة كمان من خلفية غير إنجليزية ولكن لندن كمان هي أرض مثل ظهور هذا الفكر السؤال كيف المجموعات اللي بتكون هذه المجتمعات حاليا ممكن تتفاعل مع الخطاب السياسي هذا السؤال المركزي مع فكرة التطرف التطرف السياسي اللي بيتطرحه الأحزاب اللي تتبع خطاب شعبوي طيب عبد الرحمن يعني هذا إذا كان بريطانيا بكل تقاليدها الديمقراطية العريقة تشهد مثل ذلك وإن كانت لندن يعني لها وضع مختلف ماذا عن ألمانيا مثلا؟ هنا حزب البديل من أجل ألمانيا يمارس خطابا شعبويا يعني غير مألوف في ألمانيا في الفترة الماضية وهناك وجوم شخصي حتى على مستشارة أنجلا ماركل من قبل فراوكي بيتري القيادية في الحزب هل يتقابل الألمان ذلك هل يستجيبون لهذا الخطاب؟ لحدود الآن هي نسبة مقارنة بعمة الألماني هي نسبة قليلة هي التي تدعم أطروحات الحزب البديل من أجل ألمانيا ولكن المشكلتها وهو ما تعبره عنه أيضا ماركل هو ضعف المشاركة في الانتخابات كلما ضعفت نسبة المشاركة في الانتخابات كلما كانت حضود التيارات الشعبوية أكثر أو التيارات اليمينية تكون أوفر حظا وهو الآن ما يحدث غالبية الألمان وفي أوروبا خصوصا الشباب يقاطعون الانتخابات لا يشاركون فيها ومنشغلون بإيجاد عمل وسكن بمجهودات فرضية أو لا يزالون يسكنون في بيوت أبائهم وهذا يفتح المجال للتيارات الشعبوية لكي تفوز بالانتخابات ولو بنسبة مشاركة 20 إلى 30% ولكن الغريب أن ألمانيا وضعها الاقتصادي جيد ممتاز في أوروبا ونسبة بطالة في تراجع مستمر والاقتصاد قوي للغاية ما هي المشكلات؟ لماذا يتوجه الألمان إلى هذه الأحزاب وانتخبونا؟ لا ننسى مثلا بأن قبل 2008 كانت الأمور جيدة في جميع بقع العالم فجأة جاءت الأزمة المالية وتغيرت كل الأمور بشكل جذري وإفلاس للكثير من شركات هناك الطبقة المتوسطة لا تثق في المستقبل لا تعرف ماذا يخبئ لها المستقبل وهناك مخاوف من المستقبل هل فرص الشغل ستبقى مضمونة هل التقاعد سيبقى مضمونا هم يرون أيضا الفقر وسط المتقاعدين وهناك المخاوف وهذا المخاوف يتم التعبير عنها بطرق غير مباشرة كتحميل المسؤولية للاجئين الذين سيسرقون من مناصب الشغل في المستقبل أو في هذا الاتجاه طب سؤال قصير أو سريع كيف يرى الألمان عندما تتهم فرونكي بيتريا المستشارة الألمانية بأنها سياستها عقيمة مثلها لأنها لا تنجب أطفالا مثل هذا التصريح الألمان غير معتدون على مثل هذا الهجوم الشخصي بين السياسين غالبية الألمان يقولون بأن هذه السياسية غير متخلقة ولا يجب عليها أن تقول في الغالب الألمان هم محافظون ويميلون إلى الخطب العقلاني طبعا لا يتفقون دائما مع المستشارة ميركل لكن يعرفون أن ميركل أفضل بكثير من هذه السياسة الشعبوية الدكتور بادروي تتفق مع عبد الرحمن في ذلك بالنسبة لألمانيا في نقطة مهمة جدا أستاذ عبد الرحمن نقطة المشاركة السياسية طبعا في عامل هيكلي مهم جدا أن نتيجة التآكل الوسط الناخبين التقليديين ابتدوا يعزفوا عن المشاركة في الانتخابات وفي المقابل سواء من أقصى اليمين أو أقصى اليسار في قدرة أكبر على تعبئة ناخبينهم فاللي بيحصل دلوقتي أنه ممكن انتخابات تضيع أو مش تضيع ممكن يكسبها حد من اليمين المتطرف أو من اليسار المتطرف بالنسبة أصوات تعتبر أقلية من أصوات الناخبين ككل نتيجة عزوف الناخب التقليدي عن المشاركة في الانتخابات ودي طبعا نقطة مهمة جدا لأنه ممكن ببساطة جدا من السنة القادمة نلاقي أحزاب زي البديل من أجل ألمانيا أو الجبهة الوطنية في فرنسا يكسبوا الانتخابات زي ما شفنا في السويد حزب السويدين الديمقراطيين أصبح ثالث أكبر حزب في السويد مش نتيجة أنه هو فعلا يعني كتلته الانتخابية هي ثالث أقوى كتلة انتخابية في السويد لكن نتيجة عزوف الناخبين التقليديين عن المشاركة في الانتخابات وإعطاء أصواتهم للأحزاب الوسطية وهذا العزوف ليس دائما له أسباب اقتصادية ولكن أيضا الأسباب كما تقول أنت تتعلق بأزمة الديمقراطية وعدم الثقة في المجتمع أزمة الديمقراطية هذه الأزمة الأعمة لكن أعتقد الأسباب المباشرة زي ما قالها بردو صلى عبد الرحمن أن في عدم ثقة في السياسي التقليدي الناس ما بقتش تصدق كلام السياسيين الديمقراطية لو أن هي هدفها أنها تلهي النظر أو تعطي الناس الانطباع أن في حرية سياسية عشان لا ينتبهوا لعدم وجود حرية اقتصادية ليهم في ظل النظام الرأسمالي هذه الأيديولوجية ابتدت تتفسخ الناس ابتدت تشوف من خلالها وابتدت تفهم أن في قوة أكبر من السياسيين هم اللي بيحكموا البلاد وهم اللي بيتحكموا في مصائر العباد ده خلى الناس عندهم فقدان للأمل في أي شيء بيحصل من قبل السياسيين وده هو اللي بيدي الفرصة لليمين المتطرف واليسار المتطرف أن هم دلوقت يكون صوتهم أعلى دول قوة ضد anti-systemic زي ما بيقولوا بالانجليزي دول قوة بتشكك في النظام ذاته مش عايزين يغيره من جوة النظام عايزين يغيره النظام ككل وهذا شيء أعتقد يعني بقى مقبول عند ناس أكتر عدد أكبر من الناس في الغرب نعم واللافت فعلا أنا من نعود إلى ترامب أنا من أنصار أو مؤيدي ترامب في ألمانيا ليس فقط من اليمين من حزب البديل أجل ألمانيا ولكن أيضا من حزب اليسار أو اليسار المتطرف نعود إلى ظاهرة ترامب الشعبوية هل تعتقدين لم يتبقى لدانا كثير من الوقت إذا فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية هل سيؤثر ذلك على فرص الأحزاب الشعبوية هنا في أوروبا في المستقبل؟ أعتقد الخوف من فوز ترامب في الانتخابات هو خوف عالمي فممكن المجموعة من الشباب خاصة اللي هم لم يمارسوا حق الانتخابات بسبب خيبة أمالهم من النظام السياسي الديمقراطي ممكن يسبب تحرك يعني إحنا نشوف هذه الظاهرة صارت في فرنسا لما كانت الجبهة الوطنية تفوز في الانتخابات على حزب الاشتراكيين كان اللي امتنوا عن الانتخابات في الدورة الأولى في الجولة الأولى يعودوا ينتخبوا في الجولة الثانية هو خوف أو خطر يعني يتقدم ببطء هو سؤال مركزي فعلا عبد الرحمن يعني كيف سنشهد حملات انتخابية في ألمانيا في أوروبا في الفترة المقبلة كالتي نشهدها الآن في الولايات المتحدة هل تتوقع ذلك؟ ربما في الانتخابات البلدية أولا وربما مستقبلا يعني بعد خمسة وست سنوات أيضا على مستوى الوطني لأن في إسبانيا الآن الأمر أصبح شبه محسوم بالنسبة للخمسة سنوات القادمة في فرنسا يستبعد أن تنتخب ربما حدود ساركوزي أكثر في ألمانيا أيضا حدود ميركل أقوى ولكن سيؤثر هذا الخطاب في الانتخابات البلدية وستزداد تيارات شعبوية على المستوى البلدية دكتور بدلوي في عشر ثواني أيضا هذا ما تتوقعه أم أنك ترى الأمر بشكل مختلف؟ أعتقد أن على المدى المتوسط طبعا هيكون فيه نمو أكبر للشعبوية سواء من اليمين أو من الياسفار في أوروبا أو في الغرب عموما شكرا دكتور بدلوي دكتور عدنية عبد الرحمن مشاهدين الكرام شكرا لكم جميعا لحسن المتابعة ونلقاكم في حلقة قادمة من قدريجا في دعوة المتابعة من قدريجا فلسفوا موكوين موسيقى 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 موسيقى